ما حصل يوم أمس في باريس وفي سانت دونيس قرب الملعب هو عمل من أعمال الحرب وأمام الحرب يجب على البلاد القيام بالرد الملائم إنه عمل من أعمال الحرب نفذه جيش جهادي إرهابي يدعى داعش ضد فرنسا وضد جميع القيم التي ندافع عنها في جميع أنحاء العالم وضد ما نحن عليه كبلد حر إنه عمل حربي تم تدبيره والتخطيط له في الخارج بالتواطئ مع جهات داخلية ستكشف عنها التحقيقات النقابة من جانبه ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوان خلال اتصال هدفي مع نظيره الفرنسي سلسلة التفجيرات أو سلسلة التفجيرات التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريسا مقدما التعازي لأهالي الضحايا وكان أردوان قد جدد دعوته عقب هجبات باريسا المجتمع الدولي إلى بدل جهود مشتركة في محاربة الإرهاب أتقدم بالتعازي باسم الجمهورية التركية والشعب التركي للشعب الفرنسي في ضحايا هجمات باريس وأدعو للجرحى بالشفاء واضح أن التفجيرات التي وقعت قرب الملعب أثناء المباراة الودية بين فرنسا وألمانيا استهدفت أمنة وسلامة كلا الشعبين واحتجاز رهاء في صالة مناسبات باريس أمر لا يمكن تبريره في جميع القيم الإنسانية والأخلاقية وقد أكدنا مرارا ضرورة وجود توافق لدى المجتمع الدولي حول محاربة الإرهاب هذه الحادثة المأساوية أظهرت مدى دقة حساسيتنا التي نعبر عنها منذ فترة طويلة موقف تركيا من الإرهاب واضح ولم يتغير وما شعرنا به في الهجمات التي استهدفت تركيا بدءا من هجوم بلدة سوروج ونهاية بتفجيري العاصمة أنقرة هو نفس ما نشعر به بالنسبة لهجمات باريس هذا وأدان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أولو الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس معربا عن تضامن بلاده مع الشعب الفرنسي وأكد داود أولو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني شترو أبي في إسطنبول أن أنقرة ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم واتخاذ مواقف مشتركة ضد الإرهاب أقدم التعازي مجددا لصديقة والحليفة فرنسا التي سقط مواطنها ضحايا لهجمات إرهابية أمس ونؤكد مرة أخرى قوة إرادتنا السياسية وتكاتفنا ضد الإرهاب وأن تركيا مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم واتخاذ مواقف مشتركة ضد الإرهاب أينما كان في العالم ولأي سبب كان كما أدين هذا الهجوم الإرهابي وحول أحداث باريس ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ من جامعة السبون محمد هنيد سيد محمد بداية أبدأ معك بقبيل هذه الحادثة إذ تلقت السلطات الفرنسية تحذيرات بوجود قنبلة حول مقر الفريق الألماني توصيفك للتعاطي الأمني الفرنسي حيال ذلك شكرا لك على الاستضافة البداية ولي جمهورك الحادثة هي ما زالت بصدد القراءة خاصة أن أحد الصحفيين الذي كان يبث من منع باريس أشارة إلى وجود تهديد بقنبلة مما يؤكد أن هذه العملية التي حدثت تدخل في سياق كامل وأن الأمن الفرنسي نجح في تفادي بعض التهديدات الإرهابية وأن ما حدث اليوم لم يكن عملا مفاجئا وإنما كانت هناك تهديدات سابقة وكان استشعار أمني للخلايا الأمنية الفرنسية لإمكان حدود تهديدات إرهابية لكن لا أحد أعتقد كان يتوقع أن هذا الهجوم سيكون بهذه الدموية وبهذه البشاعة وخاصة ما حدث في ملعب باريس ليس من ناحية عدد الضحايا الذين سقطوا لكن من ناحية وجود الرئيس الفرنسي والأمن الفرنسي والمخابرات الفرنسية لتغطية هذا الحدث مما يؤكد ويشير إلى وجود اختراق أمن كبير وفشل في التعاطي مع هذه العملية النوعية التي لم تسبق لها مثيلة في فرنسا والتي يعلق عليها الخبراء هنا بأنها 11 من سبتمبر فرنسي وأن ردود الأفعال ستكون كبيرة وضخمة جدا طيب سيد هنيد كيف استطاع تنظيم داعش تنظيم الدولة الإسلامية اختراق عيون دولة كبيرة في حجم فرنسا نعم سيدي يمكن القول أنه من المبكر جدا المجازفة بالإقرار رغم تبني التنظيم ذلك ورغم إشارة رئيس الدولة الفرنسية إلى أن هذا التنظيم يقع على ذلك لكن لا أعتقد أن الاختراق كان سهلا لأن الأمن الفرنسي لديه خبرة كبيرة وطويلة جدا ولديه إمكانية ضخمة وهو يتوقع حجمات إرهابية وكان قد أحبط عمليات كثيرة لكن الإعلام لم يعلن عنها وهو ما يقوله الخبراء لكن هذا النجاح المأساوي أن هذه الجريمة التي حدثت والتي ذهب ضحية وأبرياء لديها تبعث برسائل المشفرة كثيرة منها والذي نراه إجابة عن سؤالك أنه من المبكر اعتبار هذا العمل يعني صادر عن تنظيم صغير أو عن أفراد أو عن ما يسمى في النظرية الأمنية الإرهابية بعمليات خلايا الذئب المتفرد وإنما هو عمل تقف وراءه جهات كبرى وجهات ضخمة ويمكن اعتبار أنه تقف وراءه حتى دول وهو من المبكر قول ذلك الرئيس الفرنسي تحدث عن قسمين فيه المسؤول عن ذلك وهو قسم خارج أعطاء التعليمات وقسم داخلي نفذ العملية وهي عملية تم الاستعداد لها وتنظيمها وأخذت إمكانيات كبيرة ولا يمكن اعتبارها عملية انتقامية أو فجائية بهذا الشكل طيب بالمقابل لماذا فرنسا تحديدا لماذا هي التي تدفع الفاتورة المكلفة من بين الدول الأوروبية ما هي الأسباب برأيك التي تقف وراء استهداف باريس العاصمة الفرنسية تحديدا سيد الكريم هذا هو أكبر نقطة استفهام اليوم لماذا فرنسا ولماذا في هذا التوقيت بالذات وماذا يريد القائمون بهذا الفعل يعني كل ما يمكن أن نقوله اليوم تحليليا وموضوعيا هو أنه لا نملك إجابة وكل ما نقوله هي احتمالات وتوقعات هناك من يسعى على الأقل الآن لتوجيه مسار السياسة الخارجية الفرنسية مسارا معينا وهو الذي قام بهذه العملية يعني هناك من يريد أن يوجه السياسة الخارجية الفرنسية توجيها معينا وهو من يقف رأي هذه العملية لأن فرنسا ليست الدولة التي قامت بما يمكن أن تتحمل مسؤوليته يعني فرنسا لا نعرف لماذا فرنسا ولماذا باريس يعني فرنسا لم تساند جرائم النظام السوري ضد شعبه فرنسا وقفت مواقف مشرفة مع قضايا عربية يمكن أن نختلف فيها لكن ليست المسؤول المباشر عن هذه العمليات يعني ما هي أسباب هذا الهجوم ولماذا اختيار فرنسا تحديدا هذا هو السؤال الذي سيسعى الخبراء عن الإجابة عنها خاصة في فرنسا نعم سيد هنيد بالمقابل هل ترى بأن الدول الديمقراطية قادرة على محاربة الإرهاب وحماية نفسها بنفسها من مثل هكذا عمليات أعتقد سيدي الكريم أن بالنسبة للحماية واهم من يعتقد أن هذه الحماية يمكن أن تكون بشكل أمني انظر سيدي اتجاه مسار العمليات منذ تفجيرات تركيا الأليمة وهي تفجيرات إرهابية استهدفت دولة لا دخل لها فيما يحدث في منطقة الشرق الأوسط على الأقل بشكل مباشر هي استهدفت أبرياء في طائرة روسية كانوا يقضون عطلتهم هي استهدفت بالأمس برج البراجينة في لبنان هي تستهدف اليوم قل باريس نحن أمام إرهاب معولم شامل لن يستثني أحدا والمقاربة الأمنية أعتقد ستكون مقاربة جزئية لكن هناك مقاربة أخرى وهي في رأيي عدم الوطوف أمام تطلعات الشعوف الحرية والكرامة لأن من يقمع طلبات الشعوف الحرية والكرامة يمكن أن يؤسس إلى الفوضى وإلى الخراب في كامل العالم وليس في منطقته في حسب نعم سيدة هنيدة بالمقابل هناك تضامن دولي وقف مع فرنسا كيف عمليا يمكن تفعيل وتنضيج عمل دولي مشترك يساهم من الحد في مثل هكذا عمليات تطال الأبرياء المدنيين وبإجازة لو سبعت يعني أعتقد كما ذكرت أنه لا بد من تحويل هذا التعاطف إلى تنسيق حقيقي يحترم أولا كرامة الشعوب ما طالبهم في الحرية والكرامة وعدم دعم الأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية التي نرى أنها السبب الرئيسي فيما يحدث وانظروا الحالة في مصر وفي سوريا التي هي منبع هذه العمليات ونتمنى أن يفهم العالم والمجتمع الأوروبي أن اللحظة قد حانت من أجل اتخاذ قرار حقيقي في ذلك من باريس عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة السربون السيد محمد هنيد شكرا جزيلا لك في سياق المتصل ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات الألمانية أوقفت شخصا يشتبه في صيلته بتفجيرة فرنسا هذا ورفعت حالة التأهب إلى مستويات عالية في الولايات المتحدة تحسبا من هجوم مماثل لهجمات باريسا وهو ذات الإجراء الذي اتخذته عواصم ومدن أوروبية عديدة عقب إعلان حالة الطوارئ رسميا في العاصمة الفرنسية هذا الهجوم ليس فقط على باريس وليس فقط على المواطنين الفرنسيين بل هجوم على القيم الإنسانية والعالمية التي نتشاركها كلمات أوباما هذه لم تعد مجازا بل غدت حقيقة على الأرض إذ لم تكت تمر على هجمات باريس سويعات قلائل حتى راحت دول قريبة وبعيدة أوروبية وغير أوروبية تتسابق لفرض إجراءات احترازية مشددة تحسبا لوقوع هجمات أو عمليات تفجير على غرار ما أصاب مدينة الأنوار نيويورك، موسكو، برلين، روما، مدريد، بروكسيل وباقي العواصم الأوروبية والعديد من المدن في العالم رفعت من درجات حالة التأهب الأمنية فيما سارعت الدنمارك إلى إعلان وقف استقبال اللاجئين إنني أفكر في الضحايا وأسرهم وأقاربهم ولكن بلا شك فإن الهجوم استهدف فرنسا وقيمها الحرية والأخوة وكذلك استهدف أوروبا برمتها ومما هذه الظروف المأسوية يجب أن يتحد الأوروبيون وأن تتضافر جهودهم وإمكانياتهم لمواجهة هذه التحديات الإجراءات الأمنية والاحترازية سبقتها حملة إدانات وتعاز دولية واسعة ابتدأت من الدول الأوروبية والغربية عموما وصولا إلى أستراليا ونيوزلندا والصين ودول أمريكا اللاتينية مرورا بالدول العربية